الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعن أشرف المسلمين سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام من هذا الفتى؟ ذاك الفتى القوي أبي كبشة الأنماري لمن هذا العبد؟ لمحمد؟ أتقصد محمد بن عبد الله؟ يا له من سعيد الحص نعم إن محمد عادة ما يعطق الأرقاء والعبيد فهو سعيد الحص انظر إلى أبي كبشة إنه يبكي يبكي من الفرح ولكن لا يبدو عليه الفرح فرح من ماذا؟ لقد أعتقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولماذا يبكي؟ يبكي لأنه قد صار حرا ولم يصير مع النبي ولكن يمكنه البقاء معه كمولى نعم يمكنه ذلك ولكن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم جعله يبكي اسمه أبو كبشة الأنماري اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه فأضحى مولى للرسول صلى الله عليه وسلم لازم نباين نقطتين هنا إن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما اشترى عبد أو أهدي له عبد إلا وأعتقه الوجه الله تعالى وأصبح مولى للنبي صلى الله عليه وسلم عدد موال للنبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى سلاسة وأربعين مولى فهو رجل كريم يعتق كل عبد فرق كبير بين العبد والمولى العبد مملوك لسيده مثل حصانه مثل أي شيء ولكن المولى ليس مملوك ولكنه تابع وخادم للشخص الذي يعتقه شهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فرق الله بين الحق والباطن وقتل سناديد الكفر رضي الله عنه أرضاه وجعل الفردوس الأعلى دار لقاه مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا كلنا نعرف فضل أهل بدر حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقضر المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحضر غزو التبوك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفى في أول ولاية الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم لا تحرمنا رؤيته ولا رؤية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمين الآن مع حديث اليوم عن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاخوضوه قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزره ما سواء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أوضح شوية نقط في هذا الحديث الشريف معنى أن يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تأكيد لشيء مؤكد بالفعل يعني حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهواء بل كلامه هو وحي فهو مصدق وعندما يقسم يجب علينا أن ننفذ ما أمر به في الحديث الشريف أمرنا بثلاث أشياء الصدق عموما وبالمال خصوصا هو في صدقة تانية بغير المال أي وفي في صدقات أخرى زي تبسمك في وجه أخيك صدقة وإماطة الأذى عن الطريقة صدقة وغيرها لكن هنا التركيز على المال وقد جبلت الأنفس على الشح مع أن المتصدق فعليا بيحفظ ماله من الصرقة والخصارة وتقلبات التجارة بهذه الصدقة بيجعل البركة تحل على ماله والبركة مع القليل أفضل من قلة البركة مع الكثير وده عن تجربة شخصية هحكي لكم حكاية عن الصدقة والحكاية دي حقيقية في يوم من الأيام كان الثري يجلس مع زوجته يتناولون العشاء ترك الباب قامت الزوجة لترى من بالباب فوجدت رجل فقير يطلب القليل من الطعام عادت إلى زوجها وقالت له إنه فقير يطلب الطعام قال الثري لا تعطيه شيئا قالت يا زوجي إن عندنا من الطعام الكثير ولن يضر لو نعطيه القليل من الطعام رفض الثري إعطاء الفقير أي طعام ذهب الفقير وفجأة تحول الثري من رجل ثري إلى فقير وبعد فترة ساءت أحوالهم وتفرقا وطلقت الزوجة من زوجها السري ثم بعد فترة تزوجت هذه الزوجة من رجل آخر هذا الرجل كان معدما فقيرا ثم صار سريا وفي يوم من الأيام جلست الزوجة مع زوجها يتناولون العشاء فطرق الباب فقامت الزوجة لترى من بالباب فكان رجل فقير يطلب القليل من الطعام ذهبت الزوجة إلى زوجها وقالت له هناك فقير يطلب القليل من الطعام أمرها زوجها السري بأن تعطيه الطعام فهناك الكثير من الطعام أعطته الطعام وعادت إلى زوجها وهي تبكي فقال لها ما يبكيك قالت أتدي من هذا الفقير قال من؟ قالت هو زوجي زوجي الأول الثري وقد صار فقيرا معدما فقال لها أو تدرين من أنا؟ قالت من؟ قال أنا الرجل الفقير تاني حاجة بتوضح إن الصبر على الظلم سواء كان قول أو فعل وإدر المظلوم إنه يقاوم رغبة الانتقام ويصفح ويعفو جزاء عند ربنا عز وشرف في الدنيا ودرجات عالية يوم القيامة وثالث حاجة إن سؤال الناس دون حاجة حقيقية ضرورية بيفتح على السائل باب الحاجة ويسلب منه نعم الله عليه وبأكد هنا سؤال دون وجه حق أما المحتاج فلا شيء عليه كمن يطلب كرد حسن من المال وعنده رغبة في السداد لكن لو واحد عنده خير وبيطلب زيادة ده كأنه بيطلب قطعة من النار بنص أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده أسم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس اللي في الدنيا لأربع أصناف من المسلمين الأول عبد أعطاه الله المال والعلم والعلم هنا مقصود به الفقه في الدين فهو ينفق المال في الحلال والمباح ويحسن إلى أهله ورحمه ويخرج زكاة ماله فهو بأفضل المنازل وعبد آخر عنده العلم ولكن ليس عنده مال فهو يقول وهو صادق النية لو أن عنده مالا لفعل مثل الأول واحد يسأل هنا هو لو دي مش تفتح عمل الشيطان أرد وأقول لو هنا لتمنى الخير ودي حلال حلال تقولها وهو هنا بيتمنى عمل الخير مثل الأول طيب الصنف التالت وده للأسف اللي غالب دلوقتي إلا من رحم ربي ويا رب من كنش من الصنف ده عبد أتاه الله المال ولكن دون علم فهو لا يخاف الله وينفقه على ملزاته المحرمة ولا يعطي رحمه شيئا ولا يؤدي زكاة ماله فهو في أحقر مكان عند ربه ويا ريت كلنا نراجع نفسنا ونبعد عن الصنف ده أما الصنف الرابع فهو بلا مال ولا علم وللأسف برضه فيه من الصنف ده كتير فهو يقول لو ونرجع تاني لقصة لو هنا بيتمنى عمل الصنف التالت يعني بيتمنى عمل الشر وده محرم وبيتلفظ بنيته ويقول يا سلام لو كنت زي فلان ده أنا كنت خربت الدنيا فده للأسف بنيته بيعاقب نفس عقاب التالت يا خسارة خسر الدنيا والأخرة لطول بلح الشام ولا عنا باليمن واحد يسأل الله هو ازاي ربنا يحاسب على نيته طالما انه ما عملش المعصية الله سبحانه وتعالى بيتجاوز عن النية الداخلية إذا لم يصرح بها أما النية القولية يعني اللي بتقولها باللسان بتأكد العزم على المعصية شفت اللسان بيودينا فين ياريت ناخد بنا من كل كلمة دلوقتي تخير لنفسك صنف من الأربعة أنا عن نفسي أتمنى أكون الأول وانت تتمنى تكون مين جزاكم الله كل خير على حسن الاستماع وآسف على الإطالة واتمنى كلكم تشاركوا الفيديو على اليوتيوب وتعملوا سبسكرايب ولايك وشير وياريت لو تزوروا صفحتنا كل يوم حديث هتلاقوا الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته